هتلاقي الإيرانيين بيستغلوا حرب روسيا أوكرانيا في إظهار قوتهم يعني هتلاقيوا إن هم بيدوا مصيرات للجانب الروسي بيعرضوا كمان سواريخ جديدة زي سواريخ زولفكار اللي طلبها الروس وسواريخ فجر 110 اللي برضو طلبها الروس وهي سواريخ باليستية متوسطة بمدى لحد دلوقتي ما تمش رصدها في الأجواء الأوكرانية بكثافة لأن أنا جبت لحضراتك فيديو قبل كده مشهد لصاروخ الجانب الأوكراني بيقولك ده احتمال يكون صاروخ زولفكار أو فجر 110 هم بيقولوا كده بس مفيش إثباتات أو حاجة دل إن تم بالفعل نقل صواريخ إيرانية للجانب الروسي بس المؤكد إن هم نقلوا مصيرات ونقلوا خبراء لشبك زيرت الكرم عشان يدربوا الروس على كيفية استخدام المصيرات اللي هي شاهد 136 ومهاجر 6 خلاص كده والحقيقة إن ده نوع من أنواع استعراض القوة من الجانب الإيران هتيجي تبص ليه يرام بتعمل كده